ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير برج الدلو هنتكلم النهاردة على اهم توقعات الخاصة بيه الاسبوع التاني لشهر يوليو لعام 2022 الاسبوع التاني لبرج الدلو مهم جدا جدا مهم ببعض التحذيرات ومهم كمان لتوقعات لان عندنا ايام هتبقى ضغطة نوعا ما وفي ايام هتبقى رائعة جدا جدا بالنسبة لنا بداية الاسبوع اللي هو يوم تمانية بالنسبة لك الامر هيكون موجود ببرج العقرب وده هيبقى وضع معاكس لك على الخريطة الفلكية وده بيأثر جدا جدا على ان يحصل فيه ضغوط ممكن تقابلك على يعني يوم تمانية ويوم تسعة بمعنى اصح حاول على قد ما تقدر انك تبتعد عن تحديد مواعيد في اليومين دول حاول كتير انك انت ما تعملش مشاوير او ان انت ما تجهدش نفسك جهد زيادة عن اللزوم خلال اليومين دول ما تتعشمش على حاجة قوي ما تبقاش رابط امال على هذا الوقت تماما تماما لان الوقت ده هيكون معاكس لك يعني تيجي تتوقع شيء يحصل للعكس ليه فلازم تكون حذر جدا من النقطة دي برج الدلو او اليومين دول طيب في يومين تاني لازم تكون واخد بالك منهم وهو يوم بالنسبة لك يوم 12 ويوم 13 يوم 12 ويوم 13 الامر موجود بورج الجادي وده المنزل اللي 12 ليكم يعني ايه يعني اخلي بالي من اليومين دول ان هيكون فيهم ضغوط فيهم اختناءات فيهم عداءات فيهم مشاكل لو انت بتتعامل مع اشخاص مستفزة ابعد ابعد عنهم وعن وشهم خالصة حاول كتير انك تتجنب التعاملات السلبية واليومين دول مش حلوين ابدا ابدا لأي حاجة متعلقة بمجاسفة صحية خلي بالكم كتير المجاسفة الصحية يعني انا تعبن صحيا فاروح ان انا اجهد نفسي بالزيادة اقوم بعمل اضافي اعمل مش عارف ايه كل الحاجات دي هتبقى مرهقة جدا لاصحاب برج الدلو النقطة كمان اللي بعد كده يا برج الدلو ان لو انت داخل في انتقاضية او مساءلات لا لازم اكون حذر جدا يومين برضو مش الطف حاجة طيب خلينا نتكلم باقي الايام طبعا لطيفة بس الطفهم ايه الطفهم يوم 14 ويوم 15 الامر هيجي عندك الامر هيبقى عندك يا برج الدلو وده بيأثر كتير على ايجابيات وعلى تعويض يعني اليومين دول حلوين قوي ان انا اتخذ فيهم مشاوير مواعيد لقاءات اجتماعات كل ده حلو بالنسبة لك جدا يومين حلوين لو انت عايز تحدث فيهم مواعيد يومين حلوين جدا جدا لو انت عايز ان انت تقدم على وظيفة تنطلق بمشروع تعمل امر ما اضافي بالنسبة لك اليومين فعليا اكثر من رائعين يا برج الدلو طيب برج الدلو النقطة اللي بعد كده احنا اتكلمنا على الايام الضغطة والايام والايام الايجابية لكن خلينا دلوقتي نتكلم اكتر على الوضع المهني العاطفي الاخها طبعا الوضع المهني كوكب اطارد حاليا موجود ببرج السرطان وده بالنسبة لك المنزل السادس انت هيكون عندك كتير من محاولات تصليح اخطاء في الشأن المهني يعني عندك بتحاول تعوض وقت بتحاول تعوض خسارة بتحاول تعوض اسم بتحاول ان انت تكتسب مكانة معينة ممكن تكون بتسعى الى ترقية بتسعى الى مكسب اضافي الى عمل اضافي الى مشروع مهم الى شراكة مهنية او تجديد لامر مهني اذا عندك اهتمام قوي بالامور المهنية عندك اهتمام قوي بيه ان انت يا برج الدلو فيه اهتمام قوي جدا بالشأن المهني بتحاول كتير ان انت تعوض نفسك يمكن يكون عندك شغل اكتر بتحاول تشتغل اكتر بتحاول تعمل اسم اكبر بتحاول ان انت فيه اجتهاد يعني الوضع المهني فيه اجتهاد حلو جدا حتى كمان على المستوى الدراسي الناس اللي بتدرس لسه او في فترة امتحانات ربنا يكون فعون اي حد بيمتحن دلوقتي فتلاقي نفسك انك انت بتلاحق الزمن عايز تخلص عايز تنجز عايز اضيعت وقت ضيعت مجهود ضيعت مش عارفة اي لا احاول ان انا اجدد اصلح احسن فده اكتر حاجة برج قلد له بيسعى اليها بشكل كتير قوي المرحلة التعويضية مرحلة تصليح اخطاء مرحلة بناء النفس مرة تانية عادة تقييم الزاد جدا ان هو عايز يعمل اسم لنفسه بشكل كتير قوي او شأن مهني يعني حاجة مهنية متميزة ترقية كمنصب الاخي يعني الوضع المالي الامور المالية بالنسبة لكم انتو بتعوضوا خسارة مالية انتو شايفين ان انتو خسرتوا في الشأن المالي او اللوة انا انا ليه اه تنزلت انا ليه مش عارف ايه عندك حاجة ليه علاقة بامور مالية فيها اه فيها كتير من التعويض يعني يمكن تكون بتشتغل على نفسك اكتر لاجل ان انت تكسب اكتر النقطة التانية ممكن يكون عندك اصلا مشروع انت شغال عليه وبتصرف عليه اصلا بس انت عارف ان المشروع انت شغال عليه وتجهد فيه جداigos بتصرف عليه جدا انت عارف ان هو هيحققالك اضافة هيحققال لك مكسب هيحققالك قوة هيحققالك غاية موجودة عندك فبالنسبة لك النقطة دي موجودة وبصورة عالية جدا يا برج الدالوة فاذا فيه تعويض في الامور المالية فيه تعويض خسارة وفيه ايضا مصاريف بس مصاريف المتعلقة بدراسة كل القرش بيطلع يعني انت عارف الفلوس اللي بتطلع دي بتطلع عليه وهدفها ايه بعد كده وان هي هتقدر تحقالك مكسب اضافي فيه ما بعده طيب وطبعا فيه مشتريات هتلاقيها كتير خلال الاسبوع التاني متعلقة بتجديد حاجة بتجهيز لحاجة ممكن يكون تجهيز لفرح تجهيز لمناسبة تجهيز لامر ما تحضير لحاجة ففيه ده جدا فيه امر تحضير عندك بالنسبة بقى للمشاعر والعاطفة والحب كوكب الزهر موجود بالنسبة لك ببرج الجوزة وده بيأثر كتير طبعا على ايجابيات وتمييزات في الشأن العاطفي جدا لان هيكون فيه كتير من محاولات الاهتمام بالحبيب الحبيب يهتم بيك جدا فيه مشاعر حلوة بتنشأ علاقات طيبة بتنشأ بالنسبة لك عندك العديد والعديد من البدايات العاطفية قادر اقول ان انت عندك فيه خطوبة وجديدة زواج فيه اتفاقات للناس اللي مش مرتبطين فيه اتفاقات فيه بدايات عاطفية فيه نشأة عاطفية بقد تحدث فيه جو عاطفي قد ايه هيكون ايجابي لأصحاب برج الجوزة فا ايزا فيه عندنا بدايات الناس اللي هم بقى متجاوزين احنا بالنسبة لناس المتجاوزين او الناس المرتبطين هيكون عندك فيه توصيد في العلاقات العاطفية فيه حالة حب بتجمعك اكتر بالحبيب فيه حالة ود اكتر فيه تقرب اكتر قادر اقولك كمان ان فيه بعض الابراج اللي هيكون عندكم كتير مشاعر لبعض كتير ان انتو بتقربوا لبعض كتير ان احنا عايزين نصلح حلقتنا ببعض او نعمل علاقة وسيدة مع بعضينا اكتر بالنسبة لبراج الدلو انت مع الابراج الهوائية هو الجوزة رقم واحد وبعد كده الميزان والدلو زيك بس الجوزة اكتركم اكترهم بالنسبة ليه الابراج المائية برج العارف فيه تحسن هايل جدا لانه يبقى تحسن واضح التحسن خلال الاسبوع التاني واضح رغم رغم ان انت ممكن تكون عندك فيه بعض سوق الزمن في بعض الايام بعض الوقت شوية فده ده هيبقى موجود لكن هتلاقي بعد كده او هتكتشف ان انت عندك فيه دعم حلو قوي من الحبيب ليك بالنسبة ليه الابراج الترابية هتلاقوا كتير برج العزراء فارق معكم وفيه تغيير واضح بالنسبة ليه الابراج النارية برج الحمل رقم واحد فدول اكتر الابراج اللي هيكون فيه تحسن ملموس كتير وقوي جدا وواضح في الاسبوع التاني الاسبوع التاني عمدا هو الوضع العاطفي رائع جدا يمكن تكون المعاكسات شوية او ان الوقت اللي مش مناسب لاتفاقات لتصليح علاقات لاخذ خطوات جديدة مع الحبيب بالنسبة لك يوم 8-9-12-13 الاربع ايام دول مش هيبقوا اضافة ليك بالعكس ممكن يبقى فيها يعني يبقى فيها خطوات عدائية شوية فيها حاجة مش هتعجبك شوية تمام وعلى فكرة يوم 2-13-13 يوم 8-9-12-13 الايام دي حاول على قد ما تقدر اصلا انت ما تدخلش في اي حاجة جديدة سواء عاطفية مهنية الاخ يعني طب بالنسبة ليه الناس المنفصلين برجل دلو انت الماضي مش عايز يعمل حاجة اكتر من انه عايز يرجعلك الماضي عايز يرجعلك بكل المقاييس الماضي عايز يرجعلك يا برجل دلو هيبقى عندك ان انت اثبت نفسك او ان انت قادر على اثبات نفسك جدا فتلاقي ان الماضي بيحاول بكل المقاييس ان هو يرجعلك سواء بالكلام العقلاني او الكلام العادي سواء ان هو يدخل اشخاص بشكل غير مباشر فعندك فيه كتير من الأشخاص اللي حاسين أنهم خسروك بجد وعايزين يرجعو لك مرة تانية برج الدلوة بالنسبة لك الأهل أو الوضع العائلي هو أينعم الأهل فيه ترابط حلو جدا بس فيه أطراف عائلية زعلنين عليك شوية أو زعلنين منك شوية يمكن يكونوا زعلنين عليك عشان خاطر أنت عندك قرارات متسرعة قوي وعايز الصعود وعايز تثبت نفسك بصورة متسرعة بدون وعي نوعا ما هم شايفين كده لكن أنت عندك الجرأة العالية جدا وهم متخوفين من جرأتك العالية دي وإصرارك على أن أنت تصل إلى الغاية الخاصة بيك النقطة التانية أن هيكونوا زعلنين منك لأنك هيبقى عندك وقت متاكل يعني حاول كتير أنت تبقى قريب من الأهل حاول كتير تبقى أقرب لهم بالنسبة لي الوضع الصحي العشرية التالتة أرجع أقول لكم برضو لازم تاخدوا بالكم من صحتكم جدا جدا من التكلبات الصحية سواء إحنا بنعاني من مشكلة صحية فبنفعش أن أنت تجهد نفسك بشكل متزايد والعشرية التانية آخر ثلاث أيام فيها لازم برضو ياخدوا بالهم على الوضع الصحي سواء إحنا كنا بنعاني من مشكلة صحية فعلينا أن إحنا نتتبع طبيب بقدر كتير قوي مطلوب منكم ده جدا يا برج الدلو مش عايز أطول عليكم أكتر من كده لكن دي توقعات الأسبوع التاني بصورة سريعة جدا أتمنى كتير أني أكون في التقم ما تنسوش لايك واشراط في قناة تفعيل الجرس سلام